اهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بدرفي في هذه الفقرة واحد من النجوم اللي تعلقت بهم قلوب كل الأهلوية واحد إذا تكلمت أيضاً عن الأخلاق فيجب أن تتكلم عن الكابتن محمد عامر إذا تكلمت عن الأدب فيجب أن تتكلم عن الكابتن محمد عامر لأنه بهذه الشخصية طلع أجيال كثيرة جداً جداً للنادي الأهلي وداخل النادي الأهلي وخارج النادي الأهلي أجيال كلها أدب واحترام وأخلاق ومبادئ ومثل عليا الحقيقة وهو مثل أعلى للكثير من شباب سواء داخل النادي الأهلي أو خارج النادي الأهلي النجم الكبير كابتن محمد عامر إذا كابتن محمد نشرف المهور بسعادة جداً بوجود حضرتك معنا بعد هذا الاختفاء الكبير عن التلفزيون ما دارش تأخر عنك يعني تعرف كابتن ده شرف لي والله شرف لي وبشكرك على المؤديمة الجنين ده يا كابتن ده أقل حاجة والله ربنا بارك فيك عزيزي خلينا نبدأ نشوف تقرير عن كابتن محمد عامر ونرجع بقى نبدأ هذه الحلقة ما بين ألقاب ومسميات في كرة القدم يبقى عدد قليل من اللاعبين في وجدان الجماهير والأندية بفضل عطائهم وقدراتهم ومواهبهم وإخلاصهم وفي تاريخ الأهل على وجه التحديد تجد نجوما بارزة خطفت العقولة وحجزت مكانها في القلوب من بين هؤلاء محمد عامر نجم الأهل السابق والجندي المعلوم للأجهزة الفنية التي دربت والجماهير التي عشقت ولد عامر في الثاني والعشرين من أبريل عام الف وتسعمائة واربعة وخمسين لعب لصفوف كفر الشيخ قبل أن يكمل عامه الثالث عشر ثم تم تصعيده للعب في الفريق الأول وهو في عامه السادس عشر كانت دورة الإسكندرية الدولية للمدارس كلمة السر في حياة عامر حيث لفت الأنظار أطلق عروضا من القطبين الأهل والزمالك ولكنه اختار تحقيق حلم حياته بالانتقال للفارس الأحمر عام الف وتسعمائة وسبعة وسبعين بصفقة صنفت الأغلى وقتها وقدرت بسبعة آلاف وخمسمائة جنيه لم يحتج الوافد الجديد لقلعة الجزيرة سوى مباراة وحيدة ليقدم أوراق اعتماده حيث أحرز هدفا في المواجهة الأولى له مع الأهل لمع عامر بقوة وسط جيل ربما لن يتكرر كثيرا في الكرة المصرية ولكنه حجز مكانه حيث نجح في جلب أول بطولة إفريقية للقلعة الحمراء عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين لعب محمد عامر مع الأهل عشرة مواسم خض خلالها مائتين وست مباراة وخمسين مباراة إفريقية حقق خلالهم ثمان عشرة بطولة بواقع سبع بطولات للدوري وستة ألقاب لكأس مصر ولقبين لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري بمسمها القديم وثلاثة ألقاب للأندية أبطال الكؤوس اختار أن ينزل الفارس من على جواد الملاعب وهو في قمة مجده فقرر الاعتزال عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين وهو حاصل مع فريقه على بطولة إفريقيا وانتقل لعالم التدريب حيث عمل بقطاع الناشئين في الأهل وقاد عددا من الأندية تاريخ كبير الحقيقة لنجم كبير وقدير كلنا بنقدره كجمهور النادي الأهلي وكإعلاميين الحقيقة أنه يبقى موجود الكابتن محمد عامر معاك دايماً بيبقى شرف لأي إعلامي موجود في مصر كابتن عامر تاريخ كبير جداً جداً من العطاء سواء داخل النادي الأهلي أو خارجه أولاً بشكرك على الكلام الجميل انت قلته عني وده يعني مش غريب عنك لأنك أنت حد محترم وأنا بحترمك من زمان ويعني كنت بحبك جداً جداً وأنت العيد فالحمد لله والمبادئ والمسل والأخلاق احتعلمناها من نادي الأهلي وتعلمناها تربينا فيها كلنا كل ما ندخل هذه القلعة عارف إزاي يتعامل مع الناس عارف إزاي يتعامل مع الجمهور عارف إزاي يبقى نجمة فنادي الأهلي علمنا كتير وبنشكر النادي الأهلي والحمد لله إن احنا تربينا جوى النادي الأهلي كنت نعمل معيش وده سؤال كده عرضي يعني ليه حضرك بالك كم سنة مشتغلتش جوى النادي الأهلي أنا أنا اشتغلت من 2011 ل2013 رئيس قطاع نشين أوكي وبفضل الله صعدت حوالي 23 لعيب للمفرين الأول أنا رمضان صبح ونتفيدو مجموعة رائعة الحقيقة مجموعة كبيرة جدا 23 لعيب وطبعا تغيير مجالس الإدارات وكل طبعا كل حد بي عايز حد عمري ما سمعت إن كابتن محمد عامر مرة طلع في أي قناة وانتقد سواء المجلس الحالي أو المجلس السابق أو المجلس الأسبق أو عمري ما سمعت هذا الكلام أنا بالفضل الله الحمد لله أنا سواء بتشتغل أو بتشتغلش يعني هذا كان قصدي في الموضوع لا لا أنا عمري ما انطقت حد يعني حتى أنا مشيت في وقت صعب جدا ألساز مطار لما جاءوا كده وكان موجود محمود الخطيب موجود في بعديه والناس تقول لها تقول لك ده يعني ده حبيبك أنت بتشغلش ليه في النادي الأهلي والكلام ده كله أقول لهم يا جماعة ده صديقي وحبيبي واخوية وكل حاجة ومش معنا كده إن شغلنا فيه فيه حاجات اعتبرات أخرى في النادي الأهلي اللي هو الدهونة أو بنرد الجبيل للنادي الأهلي في أي مكان في أي موقع احنا بنشتغل فيه ومشينا خلاص النادي الأهلي برضو بيتنا ولازم انتمائنا للشديد ليه ومنا نتخلاش عنه حاجة محترمة جدا وطبعا الكلام ده يعني أنا أصده لأمور كثيرة جدا بنشوفها خلال هذه الفترة ولكن يلا خلينا نسمع دائما من أو نستمع لمثل هذه الكلمات الرقيقة والرائعة الحقيقة من نجم كبير ومحترم الحقيقة كل كمهور النادي الأهلي بيحبه وسيظل دائما مثل الاحترام والأدب طول تاريخه طوال تاريخه عمرنا بسمعنا ان الكابتن محمد عمر حاجة عمل حاجة كده قال حاجة كده بسم الله ما شاء الله دائما حتى لو فيه بيمشي بلاش النادي الأهلي لو مشي من أي نادي النادي اللي مشي منه بيطلعوا يشكروه على انه هو كان موجود وحاجات كتيرة جدا تخص هذا الامر بمناسبة نحنا بنتكلم مع حضراك على الكابتن خطيب عايز اوري لحضرتك حاجة واحكي لنا انت بقى القصة دي لان القصة هنقول لحضراك على المطش ده كابتن الخطيب لابس رقم كامل وحضرتك كنت لابس رقم كامل عشرة اهو بتشوف بص يعني خليه رجع اللقطة تاني هتلاقي اول واحد حضنه اه حضرتك ده الجون التاني اه اه ده الجون التاني برقم اتناشر اه اهو من اولها اهي ده الجون الاول اهو بص اهو انا اللي هروح له يعني انا اللي هحضره مين بقى انا بي واحد ون اتناشر احكي لنا القصة بص الجول دوت حتى انت لما كابتن خطيب لما تسأله من احسن لجوال اللي جابها يعني انه في مرة كان هو حد مستضيفه وكان عايزنا افكره بالجول ده اه الكورة دي كانت ناحية الشمال قوي وانا عملت برس وعملت تاكلنج على الكورة وزاقيتها للخطيب الخطيب كان اه ضهره لجول ضهره لجول ضهره لجول بس هو طبعا طبعا هو البشر الله الموهيب عنده جاب دا جين كان كان عنده احساس بالتلاتة خشبات من اي مكان في الملعب اه هو استلم الكورة حتبص دي هات الاولانية حتلاقيه اول ما استلامها وبيلف حطها في البيعية شوف من الجوال الحلوة اوي للخطيب ها يعني حاجة طبعا الماتش داوت من ضمن من ضمن احكينا القصة بقى بتاعتنا عشرة او اتناشاة كابتن جواري اللي ارحمه اه 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 ده بطولة افريقيا اتنين وثمانين اتن وثمانين وجاء قال احنا الماتش داوت احنا عايزين نموه على الناس دي اوكي اه في صورة عندي حتى معرفش ايه عندكو هنا في الاشيف ولا لا اه اه في شبه في شبه بيني وبين الخطيب كنا طبعا شعرينة كبير كدا و اه وقال انت هتلبس 12 الخطيب هتلبس 12 ومحمد عملي البس 10 اوكي اوكي انتشبه بعض اه اه فيشبه شوية من من بعض بالشعر اللي هو الكنيش بقى زمان ده وكلام من ده اه اه فطبعا نزلت البلعب طبعا انا الخطيب انا لبس عشرة وهم الافارقة دا من يقول لك البصريين كلهم شبه بعض وإحنا بنقول لهم كلهم شبه بعض يعني برضو ما تقدرش تحدد ملامح حد فيهم لهم كلهم بلاك يعني نعم فأنا بقى هم نزلين عشان يمسكوا الخطيب وخدت أنا ضرب عروف بقى اللي هو اللي يمسك رخم عاش رايب هو الخط خطيب ما أخدوش يعني آآ بيدربوني عشان أنا ما ما جيبش جوله بتاعنا يعني أنا الخطيب خدت خدت ضرب طول الماتش آآ طول الماتش بس أنا بقى كنت مستحمل لأنه طبعا آآ ودي خدت لعك آآ كسبنا الماتش آآ آآ وطبعا السنة دي كانت سنة يعني كابتن جوهري بصراحة من الناس اللي كان بيوظفنا صح أكي آآ بي قال لنا يعني في أول في بداية البطولة كان قال لنا الماتشات دي البطولة دي إحنا ناخدها في أول نص ساعة أه البطولة ننزل أول نص ساعة نخلص الماتش أكي في أول نص ساعة أه أول خمسة عشر دقيقة بننزل برس بنضغط علمنا إزاي نضغط الضغط الجماعي والضغط العالي من قدام إزاي نضغط وإزاي ما يبقاش واحد بيضغط والتاني لأ إزاي نضغط الضغط الجماعي إزاي نجيب الكرة بأسرع ما يمكن فعي لو لو اللي الناس بتدور على دي الوقت يا كابتن أيوة يعني اللي هو ده الرجل الرجل كولر بيعمله بيعمله يعني من 82 آه من 82 كابتن جوهري كان علمنا إزاي نضغط إزاي نضغط ضغط جماعي إزاي أنت بتضغط أربع العيبة أو خمس العيبة بيضغطوا لو أربعة ضغطوا واحد ما ضغطش يبقى ما ضغطش صح خلاص مش هتقضوا كرة صحيح فكان إزاي خلينا يعني اللي وراه يبقى بمتابع اللي قدامه يعني تعرف خطوط صحيح فلما بنجي نضغط واحد قدام واحد وراه واحد وراه التالي أو شمال فكله بنضغط كنا بنجيب الكرة بسرعة جدا كنا بنجيبها بيبقى عارفين حنعمل فيها إيه كان فيه بمشات كتيرة قوي من بنجينا بنقطع كرة في 18 بتاعنا تلاقي الكرة دي وصلت وجبناها جول بتلات لمسات يعني لو جبت ماتش كتوك تلاتة سفر هتلاقي فيه جول من الجول أنا عطاحتها حطتها حطتها العلاقة مهيوب علاقة مهيوب حطتها المصطفى عبدو مصطفى عبدو بالعرض جول يعني تلات لمسات أربع لمسات أربع لمسات الملعب كله ملعب كله فطبعا لو دي الصورة اي وهي دي الصورة اهو فيه شبهة يعني فقال لك وكابتن جوري طبعا بيفكر في كل حاجة خلي بالك كابتن جوري ده وكابتن جوري ده الله يرحمه كان أسطورة في التدريب فكان يفكر في كل حاجة فعايزين نكسب الماتش وعاوزين الخطيب بيبقى يعني مهمته سهلة مفيش مراقبة فقال لك انت تلبس عشرة ويلبس اتناشرة انت اللي تضرب انا اضربت وانت اللي تضرب كسبنا الماتش كسبنا الماتش هل دي تعتبرك خطة لعبة يا كابتن؟ لي لأ خداع خداع يعني هو بقى الرقابة بقت علي وهو بقى حر وكسبنا الماتش كسبنا الماتش وحط فقه حط من احلى من احلى هدافه في الماتش حطاه يعني كان ماتش جميل بصراحة اعتقد انت في رمضان اللي فات لما كنا في برنامج رد الجميلة كابتن خطيب فكرك بالجون ده بالجون ده صح؟ ايوه مزبوط لانه الجون ده بالنسباله برده كان هو مستضيفه اسمه يعقوب ده ولا اسمه يعقوب السعدي اه اه حتى اكلمني في تلفون وقال لي انت فاكر الماتش اللي اتغيرنا فيه فاكر الجون قال لي ده من احسن الجوال اه 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 احد اللاعبة بتاعتهم وانا رحت ضغط عليه عملت التك pounds زقه هي الي كانت خطي hope فهي وجاء له سندها كده وبص وعملها في البعيد لهو أر سيفن اللي احنا بيقوله عليه ده يعني هو عارف وشوف ناشنكاه يعني طلع من رجله مظبوطة رعا في المقص من المكان ده وهو عارف وعنده إحساس بالتلات خشبات وده طبعا موهبة يعني مش هتكرر خطيئ أنا بس برضو عايز أتكلم عن فريق نادي الأهلي حاليا ولكن خلينا أقول بس لحضراتكم خبر يعني وليس سعيدا لجمهور نادي الأهلي شوية الأشعة تثبت إصابة محمود متولي بشد في العضلة الخلفية واستبعاده من معسكر المنتخب اثبتت الأشعة التي خضع عليها محمود متولي لعب منتخب مصر إصابته بشد في العضلة خلفية بعد شعوره بآلام في العضلة ليتم استبعاد متولي من معسكر المنتخب ويخرج من حساباته ديت بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجاري وانطلق صباحا لتنين معسكر المنتخب فكل التوفيق لمنتخبنا الوطني ولكن يعني ألف سلامة لكابتن محمود متولي واحد من اللاعبين اللي حيأده خلال الفترة الأخيرة بشكل جيد جدا جدا داخل النادي الأهلي وكنا نتمنى الحين أنه يكمل مشواره النادي الأهلي لسه عندنا أجازة ولكن كنا طبعا نتمنى أن يتواجد مع المنتخب في مباراة بلجيكا ولكن للأسف الشديد كابتن عامر أرجع بقى مع حضرتك ل لسه كنا بنتكلم سنة 82 وكابتن جوهري حضرتك الله يرحمه كابتن جوهري كان دايما بيقول لكم اتغطوا من قدامه زي تاخدوا الكورة فلسافة كولر دلوقتي تقريبا غير غير بالزبط هو كابتن جوهري كان سابق عصره 352 هو اللي بدأها معنا يعني بدأ هو اللي بدأها معنا 352 يعني ما كانش لسه في حاجة اسمها 352 ما كانش في حاجة اسمها 352 هو بص هو رجل مخه كله في التدريب بيدور على أي حاجة تكسبه على أي حاجة توظف يوظف اللعيبة بشكل جيد جدا يعني أنا معاه كنت بلعب ممكن ألعب يعني في ماتش كوتوكو هناك اللي هو واحد واحد كان سايبني في الملعب وطلع بصفة عبدو في وقت من الأوقات لأن كان فيه بصفة عبدو مش قادر يدافع على الباكليفت بتاحهم فطلعوا ووداني هناك ونزل تغيير مكان بصفة عبدو يعني بيعرف إزاي يحط اللعيبة في المكان اللي يبقى فيه فايدة للفريق في توظيف اللعيبة كان ممتاز جدا خطة لعب يعني شوف أنت بتقول لي يعني دي تعتبر خطة لعب إن هو يلبسك فانيلا فانيلا عشرة وخطيب يلبس ناشرة آه خطة لعب فكر بيفكر على طول بيفكر وإحنا خدنا البطولة دي بطولة دي 82 كتأول بطولة أفريقية تخش الناد لاهلي نظبوط فبعد بطولة الإسماعيل الأنجلبير اللي كانت تقريبا في 73 دي دي أول بطولة يخش عتقد حاجة وستين الأنجلبير حتشوف دلوقتي حاولونا برقام غالبا مش حاجة وستين أو حاجة وستين حاجة وستين مزبوط فدي كانت أول بطولة يخش تخش الناد الأهلي بطولة الأفريقية دي تاني سنة خسرناها في كتوكو في كتوكو آه وخلاص بسعيتها الأهلي وكتوكو هم اللي بيتنافسهم أيه يعني إحنا خدناها من كماسي وخسرناها في كماسي تاني سنة تاني سنة لإحنا تعدلنا هنا وهم مكسبونا هناك 1-0 1-0 لكن الماتش السنة الأولينية كان 1-1 لا كسبنا هنا 3-0 أو هناك وهناك تعدلنا 1-1 1-1 أه أه تخدت البطول خدنا البطول حضرتك شايف مدى نجاح مستر كولر ولا لسه منقدرش نتكلم عن نجاحه والله هو البدايات مطمئنة أوكي يعني هو بماتشين بطوق أفريقيا اه 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 كسبهم اه اه بعدها كان فيه ماتش تلات ماتشات دوري تلات ماتشات دوري اه اه ماتش السوب كسبهم لكن احنا بجي بنقول على المكسب والمكسب طبعا مهم جدا صحيح بالنسبانا لكن هو اه اه يعني اه اه بنجيبها بسرعة جدا اه ولما بنجيبها بسرعة جدا بكل اللعيبة لعبها لقدام للأمام فاحنا بنوصل لمرمى الخصم بسرعة جدا ودي حاجة برضو بالحاجات الكويسة هو بس نقصنا يعني التسجيل اي التهديف اه ودي برضو هتيجي هتيجي مع الوقت لان هو برضو خلي بالك اه لسه في دور الاكسكشاف لللعيبة كلها صحيح والحاجة كمان اللي عجباني ان هو بيشتغل في محيط اه اتنين وعشرين تلاتة وعشرين لعيب اربعة وعشرين لعيب تمام ما بيخرجش عنهم يعني ممكن تلاقي تلاقي قدام شاد حسين على محمد شريف بيتبادله يا ده موجود يا ده موجود ممكن الاتنين يبقوا موجودين في ماتش واحد ماتش واحد لا عمل في البنسطين الخط التحتيب بيبقى عمرو السلية يا سافيو يا على اليمين بيبقى طاهر محمد طاهر او او افشة يعني وبعدين الحاجة الميزة كمان ان هو في الاربعة وعشرين واحد هو بيعمل عمل روتيشن عمل روتيشن في الخمس ماتشات من ماتشات افريقيا والماتشين بتقعد بتقعد دوري التلات ماتشات بتقعد دوري هو عمل روتيشن في 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 كل الخطوط اه والميزة ان كل واحد بينزل مكان التاني بيعمل نفس المهمة نفس اللي بيعمل وهو المطلوب واه وده هو بيأكد عليه صحيح يعني هو اه اه انا شايف ان هو شخصيته قوية ومحبوب يعني شخصيته قوية ومحبوب وبيأكد على على كل حاجة هو اه عاوزها في الملعب بدليل انه هو ما بيعودش على طوله على الخط وبيتكلم وبيوجه وعاوز كل حاجة اه هو اه بفكره عاوزها تتنفس في الملعب وده انا شايفه في الملعب ده نجاح في المجيزة طبعا طيب هل ممكن نقول ان مثلا تتويجه ببطولة السوبر قربه اكتر من الجمهور اه اكيد اه اكيد طبعا يعني احنا بعد بعد فقد البطولة الدوري السنة اللي فاتت اه لما لما تاخد بطولة ده يعني برضو بتخلي شيء مهم تخلي اه شوء مهم جدا وخاصة احنا احنا يعني النادي الاهلي احنا بنقول ايه النادي الاهلي يمرض لكن لا يموت صحيح يعني احنا الطقارات اللي بتيجي والخلام ده كله ده بسبب ان يا اما بتغير جلدي اما بتحط ناشي او اتنين او تلاتة اه في جيل ميشي وجيل جاي يعني كل عشر سنين ما ما بيبقى فيه ضرب شوية وده الطبيعي ده طبيعي ده طبيعي شو تبدل دق كل حاجة لا لا ابدا ابدا برضو بقى يعني اه وهم اكتهدوا انا بكلم على ناتز ملك ناتز ملك اكتهدوا السنة اللي فاتت واخد الدوري او احنا بقول له مبروك احنا برضو مش عايزين احنا عايزين نبقى في يعني نبقى اخلاقياتنا يعني سامية كده ويعني مش عايزين نبقى نقول لا احنا عايزين ناخد كل حاجة مش هتاخد كل حاجة عمرك ما تاخد كل حاجة لانك في وقت من الاوقات هو فيه كيرف كده بيطلع لازم بيسبب شاية وبعدين بيجي ينزل وبعدين بيطلع تاني لما انت تكتهد وتغير والدعم والكلام ده كل تمام فاحنا طيب بمناسبة التدعمات احنا للتكلم رأي حضرتك في صفقات النادي الاهلي ثلاث صفقات جابوا من النادي الاهلي من بره واعتقد ان مثلا لما النادي الاهلي ادي اجازة لمجموعة كبيرة من اللاعبين في وسط الموسم السابق اعتقد ده فرق دلوقتي لا فرق كتير فرق كتير ما اقول انت يعني ده مش هيوقعك في مشاكل للاصابات اوكي لانك انت يعني دعمت وبقى عندك عندك البديل الكف لانك انت فرقة بطولة وفرقة البطولة دايما لو ما عندكش احتياطي جيد شتاخد بطولة صح لانا انا قلتلك في الاول هو بتحرك في اطار اربع عشر اللاعب لو نزل احمد عبدالقادر ناحية اللفت او نزل يؤدي بقى هو مطلوب منه طهر محمد طهر يؤدي بقى هو مطلوب منه لو جيش شحات مكان محمد مكان طهر بيؤدي من هذا المكان من هذا المكان صح يعني يعني في خطوط عريضة هو حطيتها يا طهر لما تنزل هتعمل كذا او يا اي لا او يا شحات لما تنزل هتعمل كذا نفس اللي هيعمله محمد طهر هتعمله صحيح بيختلف بقى طبعا الجهد والفكر كل واحد يعني انا ممكن في المكان ده انا فيه انا واسلام اسلام ممكن يؤديه بشكل احسن مني انا ممكن اؤديه بشكل فيه جهدي بس مفوش مفوش فن مفوش او دفاع اكتر من هجوم او هجوم اكتر من دفاع اي حاجة بقى من الحاجات لكن كله شغال في الاطار العام اللي هو حطه طيب من وجهة نظر حضرتك ايه هي المراكز اللي ممكن يقوم النادي الاهلي بتدعمها في شهر يناير والله يعني هو طبعا في تدعم لاثنين اجانب تقريبا انا بقول احنا نجيب مع محمد شريف وشادي وحسام نجيب راس حربة راس حربة اه هو مش انقسم منهم لا طبعا ولكن النادي الاهلي زي ما حضرك قلت هو التنافس صحيح بنخلق تنافس حد في نص الملعب برضو في في الديفندر لانك انت بتلعب على بطولة والنهارده حمد حمد فتح حيتصاب لازم هتلاقي 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 البديل انا باتكلم احنا مش بندعم عشان اللي عندنا وحش لا احنا بندعم عشان نخط بطولة بندعم عشان يبقى عندنا دكة قوية يبقى عندنا البديل اللي بينزل ما يبقاش تمانية من عشرة لا يبقى عشرة على عشرة ده وينزل كمان عايز يزمت وجوده وعايز يبقى حطط رجله في الملعب زي اذا احنا زمان لما كنا تنتين لعيب وكل انا كنت ملعب في نص الملعب احنا كنا 13 واحد في نص الملعب وعايزين 3 وعايزين 3 وكان اللي بيحط رجله في الملعب انسى انسى صح اللي كان بيتصاب كان بيبكي بالدموع لانه لسه حيتعالج ولسه حيتأهل وبعدين لسه حيشوف حيخش ال18 ولا لا صح يعني كل ده في حسابات كل اللعيب صح هو النادي الاهل هو النادي الاهل كده ويوم من يوم ما تخلق وهو هيبقى كده في تنافس من اللعيبة والتنافس وتنافس شريف تلاقي اللعيبة بتتمرن بتحب بعض لان محدش بيديه ان هو يلعب غير جهده صحيح هو بجهده يعني المدرب اغلب المدرب يجي النادي الاهل كلهم اجانب لا بيحب ولا بيقرأ ده بييجي اللعيبة كلها قدامه وبيلعب الاكفأ وبيلعب اللي هو الاصلح له طيب قبل بس ما اطلع لان حالك وحش الجمهور جدا ويعني لما سألنا الناس على كابتن عامل كلهم حالك وحشهم جدا لكن قبل ما نروح نشوف رأي الجمهور او يعني حالك وحش الجمهور ازاي عايزين نسأل حالك الجهاز الفني كيف يمكن ان يستغل فترة توقف الدوري خلال الفترة اللي جاي وطبعا هو يعني التوقف الدوري ده لازم هيبقى فيه ماتشات ودية عشان برضو اليقت المباريات ما تضعش منهم ما تبعدش عنهم ويصعد بعض النشئين يعوضوا غياب الدوليين ويبقى عنده رؤية اكتر للجيش بتاعه في المنفسات القادمة يعني نعم يعني هو يعني 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 من مشاته الدية وطبعا قصة من الراحة يعني لازم انا عارف انهم واخدين تقريبا خمسة ايام راحة اه والراحة دي تساوي تدريب اوكي يعني الراحة في علم التدريب تساوي تدريب اوكي لانك انت لما تبقى مجهد بتاخد راحة بتستريح تقدر تواصل الجهد اه مرة تانية فهياخدوا خمسة ايام راحة وبعد كده هيتستأنفوا التدريب وممكن لازم يبقى فيه متشات يبقى عشان فيه فيه استمرار لياقة المبريات ايه لو فيه اه تصعيد لبعض النشئين المميزين في الفريق الاول في هذه الفترة لان النشئ لما بيلعب بيطلع الفريق الاول يومين ثلاثة بروحه المعنوية بترتفع وممكن بعد كده يشوفوهم على الطبيعة وبعد كده يصعدوا مرة واثنين وثلاثة وبعد كده يتثبت زي محمد هاني وزي زي كثير من اللعبة لتصعدة فريق الاول طيب هنطلع نشوف لقاءات جماهير الاندى الاهلي عن كابتن محمد عمر ونرجع نكمل او نتكلم بقى عن المنتخب الوطني ورؤية كابتن محمد عمر للمنتخب الوطني نخلي الفترة القادمة اولا كابتن محمد عمر يعني الاخلاق اخلاق كابتن محمد عمر وطبته انسان جميل غير انه كان في الملعب حاجة رائعة لكن احنا بنتكلم في الوقت اللي احنا فيه ده عن الاخلاق والطيبة والمقام العالي بتاع محمد عمر محمد عمر ربنا ادي له الصحة اولا لعائب كبير من ايام كان في كفر الشيخ وجيل الاهلي يعني بنعتبر من ابناء النادي الاهلي مش جاة من كفر الشيخ ربنا ادي له الصحة اقول له ربنا ديك الصحة وكان من الجيل يعني احد افراد جيل العظماء وكان يعني كان رجل زال المرزبة يعني عروف كان بقى ديك خطر صحة فاقول له ربنا ديك الصحة ونشوفك ان شاء الله هنا بقى في النادي ونستفيد بيه اكتر يعني ان شاء الله اقول له انت كبت الاهلي تشرب بيك لان انت كنت كتب لعب عظيم ولعب محترم ومؤدب محمد عمر يعني من ناس الواحد باعتز بيها خلقا ولعب محمد عمر يعطب رجندي مجهول يعني الاعلام ما دلوش حق بجانب ان الراجل على خلق وكان بيبزي المجهود شاق جدا ويمكن 90% من المباراة اللي لعبها محمد عمر كان هو لعب دور رئيسي في الماكسر محمد عمر ده ده عايز مجلدات هنتكلم نقول فيه ده راجل له بصمة كبيرة اوه فريد نادي الاهلي وما ننسهوش ابدا وكان جندي مجهول ورا انتصارات الاهلي وبعد كده مش بقى جندي كان بقى ظابط اقاع حابب اقوله ان هو كان مدرب لاعب كويس في الاول يعني وكويس جدا ومدرب كبير يعني ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب راجل كابتن كبير طبعا يعني استاذ وسط الملعب وطبعا حظه في التدريب مش قوي لكن ربنا يحفظه يعني ويكمله ونتوفق ربنا يوفقه يعني في مستقبله ان شاء الله بإذن الله كلام محترم من جمهور الناد الاهلي كابتن والله انا بشكرهم طبعا يعني يا رب اكون قد الكلام اللي امه قالوه دوت ودائما عند حزن ظنهم يعني انا بشكرهم طبعا على الكلام الجميل ده طبعا اي دي قيمة جمهور الناد الاهلي وتعلقهم بنجومهم وحبهم لجمهورهم مهما مرت السنين ومهما مرت الايام احنا احنا في الناد الاهلي يا اسلام اه يعني ممكن يعني تكون غير اليام لنهارده كتير انا كنا في الناد الاهلي اه اربع عشرين ساعة يعني وغد الوقت انا بشوف حضرتك على طول حتى في الناد كنا زمان كان بتقع اليد وبتقع السلة وبتقع الطائرة احنا كنا بنوع كلنا نقعد مع بعض في الجدين كلنا عارفين بعض كلنا عارفين بعض دلوقتي اللعيم باتمرن ويمشي تكاوي كان فيه أسرة كبيرة جوه النادي الآلي فيها لعبت السلة ولعبت الطائرة ولعبت اليد كلنا نعرف كل عائلة الآلي والأعضاء العضاء النادي الآلي عارفيننا بالواحد يعني برضو الزمن اتغير الزمن اتغير والأمور تغيرت كثيرا اه اتغير خالص يعني طيب منتخبنا الوطني وروي فيتوريا واختياراته من خلال وجهة نظر كابتا محمد عمر والله هو بص أنا يعني هو المكشين بتوعه النايجر وكان النايجر وسيريليون يعني برضو تحس أن لعبت المنتخب وراها مدرب اوكي اه يعني فيه ربط بين القطوط فيه اللعيبة اللعيبة بتلاقي بعض شايفة بعض في الملعب برغم أن هو لايباريا أنا أسف ميشتر راليون اه تفضل رجبك لايباريا والنايجر والنايجر صح اه فتحس أن فيه فيه مدرب مدرب عينه عينه كويس وبعد أنه برضو هو يعني اختار اختار ناس ما كاتش على البال خالص ودخلت دخلت المنتخب في عيه اه فهو هو عامل ماتش مع مع يعني أنا أنا بلجيكا و أنا أنا بصراحة مبسوط جدا أنه هو عامل ماتش مع بلجيكا اه طبعا كنت عاسل حضرتك قال معهم ضد أصلي فينا ستقولك طب يا جماعة احنا نلعب بلجيكا ده تاني تصلي في العائلة ايوه أنا باعمل ده ماتش ودي اوكي اوه ده ماتش اختبار حقيقي للعبتنا بس هو لما اجي لو لقدر الله لقدر الله لقدر الله لقدر الله لقيت مثلا اتغلبته واتغلبت مثلا ايه 2 3 4 مثلا لقدر الله يعني اتغلب ايه المشكلة اه بالزبط مقدارك عايزينا أصر الناس ايوه ايوه اتغلب المتشارات الوديية معمولة ليه أنا أنا ما بمسك فرقة والكلام ده أنا بقوله اللي بتعقف الشيخ أنا ما بمسك فرقة ولسه بكونها وبجيب ناشئين وبجيب لعبة كبيرة وبكون فرقة بعمل مباريات المباريات الوديية المباريات الوديية ده ايه بتوريني اخطائي صحيح بتعرفني الفريده واقف فيه اللي غاية فيين ايه اللي نقصه هل فيه نقصه مراكز نقصه اليقة بدنية نقصه تحركات خططية نقصه ايه كل ماتش ودي وانا ممكن اتغلب كل الماتشات لكن اجي في الرسمي يبقى انا اصلحت كل اخطائي يعني انا في مرة من المرات كنت مسك البلدية وكان البلدية روحت لهم هم بعد 11 ماتش كان عندهم اربعة بنت في الدور الممتاز اوكي وبعدين يعني يعني فاضل ماتشين ولا تلاتة والدور الاولى يخلص يخلص يعني اربعة بنت يعني هبطوا كان فيه توقف كان فيه امم افريقية وكان فيه توقف 72 يوم وقفتهم على رجلهم في التمرين وكلام من ده وعملت ودخلت ماتشات وديه دخلت دورة كان عاملها الحرس اه دخلتها ادغلت كل الماتشات الوديه لدرجة ان واحد من مجلس ادارة قالك المدرب ده لازم يمشي اوكي وانا كنت عارف من خلال الماتشات ان فيه حاجة بتتصلح فيه حاجة بتتصلح اه بتشوف ايه موارس وتكمل اه انا النتيجة مكادش في بالي خالص اوكي اه دخلنا الدوري بدأ الدوري احنا كنا اربعة بنت من 11 ماتش اه ونهيط الدوري ب31 بنت وقعدوا في الدوري المنتهز اه فالماتشات الوديه هو لو كان يعني هو الماتش كبير صحيح وفريق قوي مصبوط واغلبه كلهم في الدوري الانجليزي اه لا ويعني في الدوري الانجليزي واسمها كبيرة جدا ولها ثقالها اه لها ثقالها فكون انه بيعمل ماتش زي ده يعني هو عايز يقف على المستوى الحقيقي لمنتخب مصر عشان يعرف اختياراته تيبقى في المستقبل شكلها ايه اه فمن خلال من خلال الماتشات الوديه اللي بيعملها هيعرف هو وقف فين اللعيبة هل اللعيبة دي تنفع تكمل معي ولا لا هل اغير في لعيب او اتنين هل اغير في الخط او خطين كل ده هيبان هيبان له من الماتشات الوديه اه فحضرتك مع هذا الماتش الودي القوي اه انا معام مش تد مش من مدرسة اللي انا شوف بقى ايه لايبيريا طبعا بلاد كبيرة جدا لكن انا بتكلم كفنيا في كرة القدم في تصنيف اقل كتير من منتخب مصر اه اللي هي لايبيريا اه اقل كتير اقل كتير انت بتلعب وبعدين خلي بالك يعني لما بتلعب مع فرقة بتهاجم اللعب بقى اسهل من انت تقول يعني في الدرجة التانية مش بيهاجموا دولبي دولبي يأكلوا بيأكلوا لا انا بكلم يعني فيهم ساحات تلعب تلعب يعني لازم اللعيبة بتاعتنا دي تاخد ثقة الفرقة الكبيرة دي تفاكر الكابتن جوري اللي براحكس عالم ولغة دوري وخض مباريات بقى في اوروبا وهنا 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 صحيح اه الناس كلها بتقولك ان الكابتن جوري كان بيهو دفاعي ومش عارف ايه وناس كتير اقطعت فيه صحيح احنا عملنا شكل كويس جدا في كاس العالم احنا كنا اول مرة من تسعة وتلاتين سنة نروح كاس عالم تاني اه مش عارف كان سنة خمسين بقين ولا مروحناش كاس عالم اربعة وثلاتين من ساعتها كان تسعين اول مرة بعد اربعة وثلاتين بعد اربعة وثلاتين طبعا كابتن جوري عمل اخاض وكان اه يعني مش الجيل بتاعنا ده الجيل اللي هو اللي بعدينا وكان فيه في المنتخب اه شام عبد الرسول من المينيا وامد الكاس من الوليمبي يعني كان تشكيلة وعمل تشكيلة محترمة لعبنا مع اسماء كبيرة جدا المانيا الغربية ساعتها والتحاد السوفيتي ساعتها وبعد انت خلت بتلعب في مجموعتك كان فيه بولندا وانجلترا وولندا صحيح يعني اعدلت مع هولندا اه ايرلندا ايرلندا وانجلترا اه وولندا ف يعني عمل عمل عملنا شكل كويس اه ما تآهلناش للدور اللي بعديه لكن كشكل كويس اه شكل كويس هتشايف ان فيتوريا من المديرين الفانين اللي ممكن ينجح مع المنتخب ممكن ينجح مع المنتخب اه انا شايف مع المجموعة اللي موجودة المجموعة اللي موجودة برضو مجموعة يعني ممتازة جدا اي اللي موجودة في المنتخب اعتقد ان هو حينجح ان شاء الله يعني حرك عجبك التوليف اه شايف ان المنتخب قادر على فعل شيء في المباراة الودية وبعد كده طبعا بقى كس أمم أفريقيا وبعد كده أو تصفات كس أمم أفريقيا أو تصفات كس عالم يعني وحنا جايبين وكايبينه كمان من بدري هيبقى فيه اعداد اعداد كويس للمنتخب يعني وهو بديئة هو كمان بمباراة الودية مع بلجيكا يعني يارب يكون المباراة كلها اللي جاية قوية بنفس طيب اخيرا يا كابتن عامل ايه لحضرتك عايزه يتغير في كرة القدم المصري خلال الفترة اللي جاية والله ده حاجات كتيرة قوي حد يعني يعني احنا خدنا الرخص الله عليك احسن الموضوع ده بصراحة حمويت خدنا الرخص وقال لك الرخص سبعتاشر والرخصة بي والرخصة سي والرخصة ايه ما حدش بيشتغل بيها تعال هاتلي هاتلي مدرب من المدربين اللي بيشتغلوا دول معه الرخصة ايه محدش بيشتغل بيها احنا بنحط قوانين وما بنعملش بيها قال لك المدرب اللي حقدم استقالته مش هشتغل لاخر الموسم المدرب اللي حيمشي نادي ليه نادي تاني وما فيش حاجة ما فيش حاجة بتتطبق احنا هنفضل نقول سألان بمناسبة المدرب اللي حيمشي وقال انا سمعت النائب احمد دياب رئيس رابطة الاندي المحترفة قال على مثلا الكابتر ربيع سين هو يعني كان هو ساعتها الوحيد اللي مشي لسه فكان مشي من اسوا فقال لو اقالة لو هي اقالة على حسب العقد بتاعه هيبقى يشتغل في نادي تاني يشتغل لها حق مرة واحدة مرة واحدة كمان لكن لو هو اللي استقال لا ما يشغلش قال لصلاحهم اللي هو آخر الموسم واعتقد ده وحيش ولا حضرارك شاته هو بس والكلام ده من السنة اللي فاتت يا إسلام والكلام ده من السنة اللي فاتت احنا عاوزين لما نقر حاجة نطبقها يتم تطبقها اه نطبقها يعني الرخص في حد بيبص على الرخص احنا بروح اتعاقد مع نادي حد بيقول لي فين الرخصة بتاحتك محدش بيسأل محدش بيسأل اه يعني اذا انت ممكن اي اي واحد معاه شهد الميلاد يشتغل بيها بس الحاجة دي احنا عاوزين والدور يبقى منتظم يبقى عارفين بدايتنا هنبدأ امتى اه وننتهي امتى اوكي بما فيها التوقفات بما فيها الاجندة الدولية بما فيها كل حاجة عايزين عايزين نبقى دولة متحضرة بقى من الناحية اليواضية طبعا طبعا في كل حاجة في كل حاجة انت التنظيم والنظام حلو طبعا بينجح طبعا يعني المدرب لو ما كانش منظم في حياته وفي شغله وفي بالنسبة للعبته واحمله في التدريب والكلام ده كله لو ما كانش هو منظم مش هينجح صحيح كابتر عامل اتمنى ان حالك ما تحرمناش منك كتير ويعني دايما تبقى موجود معنا لان احنا دايما بنشتاق لمثل هذه الكلمات الرقيقة والرائعة من كابتر عامل ربنا برك فيك يا اسلام وانا ما قدرش اتأخر عنك خالص لا ده جمهور الاهلي يعني انت طبعا بسيطة بخاصة لكن قناة الاهلي ده بيتي طبعا وانت طبعا برنامجك البيت الكبير وهو فعلا بيت كبير ليسعنا كلنا وان شاء الله لده انت صحاب البيت كابتر انت صحاب البيت احنا بس احنا لضيوف والله والله والصحاب البيت هو الجمهور صحيح اللي طلع اسلام وطلع محمد عامل وطلع الخطيب وده والجمهور انا بشكره على الهوى يعني يعني بشكره لانه فعلا يعني اثر فينا جامد جدا واحنا كنا بنلعب عشانه في كل الاوقات صحيح اتمنى ان الكلمات دي تصل الى قلوب كل الاهلوية لانها فعلا من قلب نجم كبير زي كابتر محمد عامل انا بشكرك جدا انا كابتر عامل على وجودك معنا واتمنى ان دايما حضرتها تكون موجود معنا دايما من خلال البيت كبير او من خلال برامج القناة الناس شكرا جزيلا انا كابتر عامل انا بشكر كابتر عامل طبعا شكرا جزيلا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل احمد سابت وكريم سعيد وكلام هم جدا ولكن بعد هذا الفاصل